وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 62 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع التراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 14.5 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 48 طن في مجال قضايا المخابس تم ضبط 608 قضايا من بينها 152 قضية خبز نقص الوزن و166 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط ثلاث قضايا بمضبطات بلغت 18 طن أقماح محلي اشتركوا في القناة